بينما اتفقت دول عدة خلال مؤتمر دولي في باريس على ضرورة دعم لبنان في محنته التي خلفها انفجار مرفأ بيروت تتخوف دول أخرى من عدم وصول الدعم المقدم لمستحقيه من اللبنانيين وضياعه بسبب الفساد الذي أغرق البلاد ودفع الشوارع للغليان منذ أشهر أو أن يصل إلى يد حزب الله دعم كشف عنه مكتب الرئاسة الفرنسية قبل صدور البيان الختامي لمؤتمر المانحين مبينا أن باريس حصلت على تعهدات بأكثر من 250 مليون يورو كمساعدة فورية للبنان وأن تلك التعهدات لن تكون مشروطة بإصلاحات سياسية أو مؤسسية فيما تعهدات أخرى بدعم طويل الأمد ستعتمد على تغييرات تنفذها السلطات اللبنانية وكان الرئيس الفرنسي منويل ماكرون قد قال في المؤتمر الذي شارك في تنظيمه عبر الإنترنت إن الأمم المتحدة يجب أن تنسق الاستجابة الدولية في لبنان موضحا أن عرض المساعدة شمل دعما لإجراء تحقيق مستقل ديم صدقية في انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أب والذي دفع بعض اللبنانيين إلى الدعوة لانتفاضة للإتاحة بزعمائهم السياسيين لكن المساعدات الممنوحة للبنان مشروطة بالشفافية فيما يتعلق باستخدامها وذلك بناء على طلب دول مانحة قالت أنها تخشى أن تكتب شيكات على بياض لحكومة يصفها شعبها بأنها غارقة في الفسد من جهة أخرى قال البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعبر أمام مؤتمر دولي للمانحين عن استعداد الولايات المتحدة لتقديم مساعدة مالية كبيرة للبنان لكنه أحجم عن تقديم أرقام وحث ترامب الحكومة اللبنانية على إجراء تحقيق كامل وشفاف في الانفجار معربا عن استعداد واشنطن للمشاركة فيه كما دعا إلى الهدوء في لبنان والاستجابة لمطالب المحتجين المشروعة من أجل الشفافية والإصلاح والمساءلة